أصحاب الاستثمارات في مصر أنا عارف أنه في منهم الموقن يقين شديد وحقيقي بأهمية الموظفين والعمال اللي موجودين عنده بصرف النظر نشاطه الاقتصادي أيم على التصنيع أو تقديم الخدمات وما إلى ذلك أو لا المسألة كلها عملية أنت بتحمي استثمارك ده واحد اتنين أرجو أن الناس تحاول تفهمني وتتحملني كويس أنا هنا بتكلم على رجال الأعمال أنت يا مكسبت بسبب الناس دي الناس اللي بتشتغل في شركاتك ومصانعك أيا كان يا مكسبت وأظن أظن أظن أنه دعمك ليهم هو بش بس دعم ليك لكن كمان هو حفاظ على استثمارك اثنين تلاتة هو الدولة بالفعل بالنسبة للمصنعين شاي لعبء كبير دفع الضريبة العقرية لأنه ما فيش إعفاء هو الدولة هي اللي هتدفع الضريبة العقرية بتاعت المصنعين لمدة ثلاث سنين وبالتالي حجم التكلفة بتاعك هيقل أنت كنت ناوي تدفعه في دراسات الجدوة بتاعتك دي وحطه في الورقة عندك هيقل اللي هي الضريبة العقرية طيب اثنين بما أن حضرتك مصنع وقد تحتاج لمستلزمات إنتاج فأنت هتستوردها فالدولار الجمروكي 16 جنيه فوش زيادة إذن قدرتك على الإنتاج تقريبا هي هي ده لما كانتش أحسن يعني لو عاوز الكلام اللي جد هو قدرتك على الإنتاج أحسن لأن الدولار الجمروكي كده عمليا سعره قل ده واحد اثنين اتشال من على كهلك الضريبة العقرية على المصنع بتاعت سيادتك طيب الشركات الأكبر الأرباح الرأس مالية بتاعت التدول في البورصة متشال منها تقريبا 50% الضريبة بتاعت الأرباح الرأس مالية متشال من يجي 50% لو أنت رجعت الخمسة وعشرين قرار بتقعد دكتور مصطفى مدبولي مبارح ده على سبيل المثال للحصر فالقدرة على الإنتاج ميتفول طيب الصناعيين فاهميني كويس سعر الدولار بالشكل ده بيشجعك أنك تصنع أكتر بس النصيحة ارفع معدل ومستوى الجودة علشان هتقدر تصدر أسهل فعمليا المسألة بتصبف مصلحتك فأرجو أرجو أرجو مش بقى أن أنا بقولك لأ ما تستغناش عن حد زود فلوس الناس شوية خلي الناس تبقى جاية الشغل وهي إيه؟ صلبة طولها فاهم نقصة دي؟ خلي الناس تيجي الشغل شركة مصنع أيا كان تيجي صلبة طولها هي أزمة وكلنا لازم نشيل بطريقتنا ففي جزء لازم يشيله أصحاب الأعمال وفي جزء بتشيله الدولة والجزء الوحيد اللي علينا حتى أد كده أد كده إيه هي؟ مش هشتري مستورة تاني قدر الإمكان قدر الإمكان أنا ببقولكش من إحنا المصريين يعني عمالين ناكل ونشرب مستورة لا خالص إحنا ميت فل إحنا كل واحد فينا نشغال وعايش بطريقته بس تاني غني متوسط الطبقة المتوسطة العليا وانت طالع قل المستورة قدر الإمكان قدر الإمكان على قد ما تقدر أنا لا بقولك لشد الحزام ولا قل الاستهلاكك أنا بقولك قل المستورة بس وكل عام وأنتم بخير